البرك لو يخيرونك نقول عندك الآن أنت مخبز المخبز هذا في يقومونك باستمرار ويشترون منك تمام؟ تمام تستعمل منتجات يعني جودة عالية ورومة تيليلز يعني المستوى الطيب بس كامل يشترون من نافسين بار قط انتاج الكوست عندهم طبيعة أقل منك صح؟ لأسباب يكونوا ميزة في سكيل صح؟ عندهم كميات يشترون كميات في السعر من أرخص منك غير أنه أنت أيدي عاملة مليد صح؟ لو يخيرونك بهالموقف هذا أنت الآن بهالموقف قرار إداري يفرق صح؟ اتجاهك في الشركة هل تقول الآن خلاص أبدي أخفف من التوظيف الموضفين ووفر من الرواتب واشتري مكاين عشان يوفر على الـ overhead و سعر المنتج يقل محاسب يش يسمى المارجل الكوست صح؟ ماذا؟ الكيك نفسه الكوب كيك المارجل الكوست يقل بالناحية هذه إذا سويتها وإذا العكس إذا سويتها تستمر على طريقتك مع الكواليتي ومع الجودة العالية وشغل الإيد الـ artisanal feel بس سعرك رح يكون أغلى منك بس سعرك رح يكون أغلى تستمر ولا تحول غير استراتيجية زيب رح يجعوبك لنا لو يخيرونك بس فيه وائد assumptions هذه فيه وائد محطيات like two assumptions لا لا بس فيه أكثر اختار أهم أثنين السوق يعني شنو رضع السوق منو ما أخذ من السوق يعني هلأ أنا وحيد الـ artisanal أنت كنت عايش أمورك طيبة artisanal وضعك طيب بس الماركت الماركت وائد أكبر منك يعني لو بالكويت تكون مثلا مطاحم عرفت تعرف إنه عنده مسوق جبار اي يعتم تشوف إذا إحنا كنا ماشيين أمورنا طيبة وعندنا customer base يعني loyal عنده ولاء يحب المنتج وبيشتري من النار لا أكمل وأوسع بالدائرة هذه ما أترك زبايني وأروح أشتغل شغلة يديدة مع اللي قاعد ينافسوني بالسعر يعني سعري أغلى أوكي بس أنا قاعد أبيع منتج مختلف سيربس الكواليتي حتى حتى البراند يعني ذا الناس متعودة عليه ومعروف وهذا بالأكسة استمر ما في شك يعني أنت قاعد تقول لنا أفتح بزنس جديد صاحب نفس المجال تقريبا بس تعتم تلك المنتج جديد سوق جديد حتى حتى ممكن يكون يعني حتى قولتك الأجهزة لازم أشتري الأجهزة هذا بعد أوبريشن جديد لازم أتعلم شلون أسوي صيانة حق الأجهزة هذه فإذا عندي شيء ماشي لا استمر فيه استمر فيه ووسع بالمجال بالمجال هذا محمد صباح كباب رخير أنا صباح كباب حلقة الثانية من مقابلتنا وإياك سهلا فيك لو أسألك نفس السؤال شنو رأيك والله ما الذي قد تسأل هذا السؤال تذكرت صديق يعني مر في يعني نفس السؤال اللي أنت سألته كان عنده مطعم باستا هنا في الكويت و كان يعني بين فترالي ثاني يسألني يعني يحكم أنه أنا لي تجربة مع المطاعم بس أنا لم أدرت مطعم بنفسي وأخاف يعني صراعا من هدارة المطاعم بس كان يشكي يقول أنه التكاليف عليه عالية يعني الباستا اللي أستخدمها إيطالية مدري يعني شيء أخذ أقول لأ أنا حط المطاعم يعني يقول لي يقول لي لا يا مصجك قلت له ولا نحظيم حط المطاعم يعني وطال يعني أنت قال لا لا رافض الفكرة مصجك هذه باستا تطلع من مدري وين مدينة بإيطاليا وشي جدي يعني قلت له نحن عرفنا يعني 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 شيء يعني بالنسبة لنا يعني أما أدري يعني يمكن فيه ناس تذوق بس قلة يعني صح العموم الناس اللي إحنا منهم عادي يعني أنت بس المهم الصلصات زينة والملوحة مضبوطة والأمور تبشي الأمور يعني فقال رافض قلت له زين بالبداية أنت شوف أنا أعطيك اقتراح أنت تبعين شيء كلفك هذا أعتقد شيء دينار و700 والمطاحن 350 طرق دوالله شيء قلت له ثلاث غيره كله حط شيسين إيطالي وشيس مطاحن قلت له هذا ليس غش يعني اللي قاعد تسوي قلت له طالع بعدين تشوف مبيعاتك تقل ودخل الموم وصل بالحال أنه قام أضع أربعة شعص مطاحن وشيس إيطالي ومبرقة ويال مبيعات يعني ما تأثرت المبيعات عنده فهذا يعطي دليل أن الناس مباقية يعني يعني يعطي إيطالي عن ريح وخلاص فأهو يعني حسب السوق وحسب الإجابة الصحية بس ما يمنع أنك ترى هذا يصير بكل المطاعم أنت أول ما يفتح المطاعم تلقي الكواليتي مالتوب بعدين ينحدر يعني يعرف فإذا نحدر من مشورة أنت وربعك ومحمد عن ريح إيطالي على حسب نوع الزبون وبعدين على حسب التكت في المطعم فإذا أنت مطعم يعني يعني تكلفة الشخص مثلا هنقول من متوسط يبقى أنت يعني لازم تتواكم حسن اهتياج هذه الشريعة اللي نشتري منك إذا النفر نار لأ هذول يعين ناس دويقة يعني ما يصير أنت تضرب الكواليتي وتضرب الأمور هذه فهي هي معادلة يعني هي معادلة ولازم أنت تكون فاهم سوقك ومو بس يعني تفترض فرضيات من مخك لازم تجرب لأن رائع المطعم هذا عنده فرضية أن لو أغير بالكواليتي مع الباستة رح ينضرب اتضح لأن غير الكواليتي مع الباستة لا تأثى يعني لما نحلل فعليا الرك ليس على الباستة الرك على الصوص اللي هو يضع الباستة صح عرفت وهو اللي يفرض الكواليتي الطعب عند الناس فهني الكواليتي الباستة يأيتك من تورينو ولا يأيتك لا ما تفرقت يعني 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 بس قلت بمحمد نقطة من حياتي لما قلت لازم تجرب أو تعرف فيه غلطة كنت أطع فيها كل المشروع ديشيت فيه أنا عندي مشكلة من الناحية هذه التسعير فأنت قلت نجرب من ناحية الريحة الإيطالي وهذا التسعير أنا شخصيا إذا وقع عندي لذلك أبتعد عن الأمر هذا أقول لا هذا واحد مثلا عندنا بروتين نبيعه يعني لو نبيعه نصف دينار ربحانين برونة طيبة صح زين بس يقول لا لازم ينباع بدينار سعره المستحق بدينار يدفع الزبون بدينار فليش نحطه بنص فقلت أنا أو يعني كنا أنا وشريكي يقول أنا ما أدفع دينار حقا المنتج هؤلما يقولون السوق يدفع فيصير فيه بالنهاية سعرنا دينار والحمد لله مش تلمون فعلا يعني دينار كان السعر الصحيح نص دينار كان السعر أقل مما هو عليه فلما تبدي أنت الحمد لله كان عندي شركة وآراءهم كانت سديدة بس اللي يبدي بروحه وما يعرف شي يسوي من التسعير هذي ما تقدر تقدر تجرب الأسعار ولا ما تقدر ولا شلون توصل للإكوليبري ما هذا للسعر أوكي اللي هو السعر المثالي السعر المثالي اي اي اللي هو الإكوليبري والله شوف التسعير يعني لمدارس مختلفة فيه لمدارس محاسبية فيه لمدارس يعني تسويقية وفيه يعني فيه فلسفات كثيرة يعني وانا يعني من الأمور اللي تهمني التسعير فالطريقة الصحيحة يعني انك تسعر كواحد بادي من البداية الطريقة الأسلم تشوف المنافسين شم قاعد يسعرون مثلا انت اليوم برد من قاعد يبيع برد بروتين فيه مستورد من بره يعني فتروح للأماكن اللي بيعون البروتين شيكس أو يمكن بالجمعيات أو يمكن والطالع كم قاعد ينباع البارز مثلا وتقدر تعرف انت على هذا الأساس يعني فأنت يعني ما يصير إذا هو ينباع بدينار ما يصير تحب دينارين يعني ضعف السعر لأن احتمال ما يبيع لو ممكن ينباع بدينارين شأن الباجين نحطه صح فهو واصل الإكوليبريم هذا بالبداية بعد فترة انت يعني تقدر تحط زيادة تحط تنزل بالسعر بس في شغلة اسمها اللي هو بالعربي يعني مصداقية السعر فأنت لما تضرب سعارك فوق تحت تنتهي مصداقية السعر عشان شريك تشوف الصجية براندات ارميز الوي مركات هذه تقصد تشوف مثلا عندك حسب اللي عرف مثلا ارميز وشانيل ما يجيسون سعرهم الوي ما الوي وباجي البراندات قوتي ما قوتي يسوون سيلز على بضائع فتلقى وايد ناس ما يشترون ها بالسعر الاصلي ينتظر لما السيل بس مثلا الشانيل ما يسوي سيل طول السنة هذا سعر رفاهية رفاهية عالية فالذي يشتري يشتري طول السنة باجي البراندات الثانية اللي سوي سيلز وتسوي خصومات ينتظرون هاي الخصومات فانت هني شين صار عندك ضربت مصداقية السعر فالناس تعودت فلما انتوصل هالمرحلة هذه يعني اذا البرد ينباع مثلا بنص دينار فجأة تحط دينار الناس ما تتقبل يمكن تروح عقل بديل ولا تشتري من انتعس انت تدفع شي مو في قيمته اهني المعادلة انت لما تحط السعر واذا انت خايف من البداية ابدأ بالعالي وتقدر تنزل لما تثبي لان الصعود اصعب من النزول يعني النزول سهل انك تنزل الصعود صعب انهم يعني طول السنة عندهم عروض يعني لم يكن مثلا كل اسبوع بعدين الحقبة على طول يصير في عرض مثلا خي نقول عياد الوطنية بعدين العيد بعدين اي شي الصيف بعدين رجوع للمدرسة دائما في عروض فهل يعني هذي استراتيجية وفي ناس يعني اكثر من غيرهم بس هال استراتيجية هذي يعني انا حس ان تسهل تسهل على الزبون ان يشتري اذا كان في عرض حتى لو هو سعره صجي هذا هو باجي الاوقات اللي ما فيها عروض يعني زيد على سعر السعر اللي يبيع على السعر العربي و50% أو 60% خاص يعني اعتمد على السوق اللي انت فيه يعني انت تخيل ايفون يسوي عروض طول السنة ما تشتري انت بسعر الاصلي لو ان تدري ان ينزل بشهر معين ويعتمد انت قاعد تبيع يعني ادارتك لهالموضوع هذا اهي الشطارة اذا تقدر تسوي عروض طول السنة وتبيع باسعار انت تفضل ايه ادارة بحد ذاتها انت تسوي عروض وتستمر وعند خطة لمدة سنة كاملة تسوي يعني تصلح مثلا بالجمعيات يعني طول السنة عندهم عروض يعني فحسب انت السكتر اللي انت قاعد فيه بس ما تصلح انك تسوي هالامور هذي بشغلات مثل هاي اند فاشن يعني معانا اقول لك شغلة استنتاج اكتشفت بما ان انا تصرغنا حق هرمي الشنطة هادية والحقيبة الجنطة تنباع بالسوق السوداء لعدم توفرها يعني كذر ما هي نادرة فأنا استغربت يعني ويعني من الموضوع ولا شكيت وصلت الى استنتاج يعني او اتهام يعني ان يعني اليوم انت من تطلعها من البوتيك هذي الجنطة تبيعها بضعف سعرها اذا انت كصاحب براند ليش تبيعها مباشرة حق الناس تبيعها حق البلاك ماركت يعني واخذ المارجن مالها وخلن السوق هناك بس مو اذا اذا ضخوا يعني اذا زاد العرض يضح السعر وهذا هو ادارته ممتازة حق هالموضوع فالتصور انت يعني انا اتهم يعني البراند هذا النوقع يسوي هالعركة انه ما يبيع مباشرة الى السوق السوداء وياخذ الماركت ماله من هناك اذا ما قاعد يبيع بالبوتيكات ممكن الموظف اصلا يكون في فساد الموظف نفسه ايه مضبط السيلس بارسين بيع حق فلان انا يدر ويبيع وياخذ بيا كومي فأنا ما ست اليوم من على منبركم اتهم براند البيع مباشرة الى السوق السوداء اتهام ليش لان ما في احد يعني بالتجارة واهداف تجارية يضيع هذه الفرصة يا ان انت ترد تسعر عندك بشكل صحيح بس اوه شطارة انه اوصل رقبة الناس الى محمد هم 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 ايه انا اقولك اللي اللي بنى الرغبة عند النساء انهم يروعون ويصطفون طوابيث ويشترون اغراض اهمة ما يبونها بهدف ان البراند يفضلهم انا اقولك يعني فانا اتهم هذا البراند بالفترة الحالية اللي عنده وشهر عسل يعني بالموضوع هذا الى ان يعني ينكشف هذا الموضوع مثل سالفت اذا شفتوا حلقة طاش مطاش مالت الشوادي شفتوها هذا يعني كديم هذه الحلقات الحديدة لكن هذا يبين لك شنو كان يعني الشخصية يعني اللي هو يعني واحد منهم ما اذكر يالقصب راح مدينة وهو تاج فهالمدينة فيها قرود ما احد يبي هالقرود هذي كلش فقال انا اللي يبلي قرد اشتري بعشر دنانير قال اولله تشتري فقاموا يبون للقرود وقاموا يدفع لما خلصوا تغريبا القرود قال اللي يبلي قرد يعني انا ادفع له 100 دينار عرفت قاعدوا يدورون خلصوا كل الشوادي عنده فقاموا هناك يصير سوق سودة على القرود وارتفعت قيمة القرود الى ان وصل للقرد قاموا يبيعون بيناتهم ب1000 دينار وهو قاعد يبيع لهم بالخباء يعني وهو اللي قاعد يبيع الى ان وصل قاموا خلصوا شكل شلال تم وش وخل فلوسهم وعباهم القرود فهذا اللي قاعد يصيب لان اتفق صراحة اللي فكر بالحلقة هذي يجب يعني يعني يمكن روح شبه حلقة القرود يعني شون جنطة يعني جلدية لا يتجاوز المتيري المال يمكن في أطيب حالات نقول 500 دينار قاعدت نباع ب10 و20 ومن تطلع من تطلع مرة الباب على الأقل 3-4 ضعاف وانت تضحك ايه فأنا يعني يعني أنا أتهمهم أنهم يتلاعبون طبعا بمحسن يخلي مسؤوليته من الطعن هذا أنا وياك أنا وياك لازم لازم واحد اح بمحمد كلم لذا تسمح عن تدرب يعني شلون بدت الفكرة شلون تطورت شلون بدت تنفيذ يعني نبدأ من اوكي والله خش خش سؤال والله يعني بداية الفكرة هي يعني في ذاك الوقت يعني أنا بديت تقريبا بال 2011 2012 الفترات الظبط ما أذكر كان عندي مشكلة أنه ما أنا قادر يعني ألقى سلعة أبيعها كان عندي خبرة في موضوع التسويق يعني حكومية من طلبات وكنت يعني شايف طريقة التسويق أونلاين وشلون كنت خانا سوق شي يعني أقدر أبيعها فترة من الفترات بديت أبيع أكسيسيريز أونلاين دروب شيبين أو تشتري لا لا فزيكلي يعني كان عندي ستور هنا بالكويت وكنت أحط الأيتم أونلاين اكتشفت أن ما عندي مارجن بالأيتم يعني أنا أيتم لو أبيع ب100 دينار كان فعليا ساعات المارجن مال يصير 8 دنانير 5 دنانير ففعليا ما قعد أشتغل حق نفسي قعد أشتغل حق الماركة هذه أو البراند أو غيرها فقلت يعني شنو يعني ليش أنا أبيع عندما أبيع آيفون وتأخذ عليه مصلحة 10 دنانير 20 دينار فعليا اللي استفاد الكبرى هي أبل أني كنت بعت هذا فقلت شنو الشي اللي أقدر أبيعه يعني أنا وأقدر أحصل منه مارجن عالي ففكرت أني أسوي البراند مالي فقلت شنو أسوي البراند مالي أروح الصين وأسوي وهالأمور هذه لا أنا قيمت نفسي قلت أنا ما أفهم لأني مهندس ولا عرف أن هذول الأشياء يعني معقد بالنسبة لي فقلت لا شنو الشي اللي أقدر أبيعه فقلت ليش ما نبيع برامج تدريبية لترينين كورس هذا آيتم للناس ترغبه ما في يعني فزيك يعني شيء وكل يعني عبارة عن يعني شرع وكلام ما في شيء فزيك لأنت تستورده وتعطه وتخزنه وشيذي ف يعني ليش 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 ما أجربه المارجل عندك عود يعني يتقدر تسعر بالشكل اللي أنت تبيب فهذا اللي ساقني إلى أول تجربة لي حتى وقتها صورنا دورة مع سيدة يعني هنا كويتية وكانت تدرس في نادر العلمي الكويتي رحت لها يعني تدرس على التصوير الفوتوغرافي كان وقتها تريند ذاك لوقت قلت لها شرائج يعني النفس الدورات اللي أنت قعدت قدمينها هنا بالنادر العلمي خن نسجلها ونبيعها أونلاين يعني حبذت الفكرة ويزاه الله خير وافقت وبدأت معاه وحققنا يعني يعني وقتها كنت خايف يعني أول مرة يعني أنا سجلت الدورة وقعت ويا كان عندها استيديو بالبيت سجلنا بالستيديو بالبيت وشيدي وخاذا قلت لها يلا كان عندها حتى وقتها الفين متابع فقلت لها الحب نزل الدورة ونبيعها بثلاثين دينار يعني وقتها كانت بالنادر العلمي تقدم بخمسة وخمسين فنحطها أقل من النادر العلمي ونبيعها ونسوي الدورة أونلاين فأعلننا عنها وحطيناها بيعنا عشرين مقعد حققنا ستمية دينار خلال ساعات ما شاء الله لاي بالدورة ولا مسجلة مسجلة كانت بالكام في وقتها كنت خايف أن الناس لا تشترك سجلوا عشرين واحد وكانوا خلاص سكري للباط حققنا ستمية دينار بظرف ساعات ما شاء الله شون أعلنتوا عنها من خلال المتابعة أين مرأت كان عندها آه هي سببت فولورز هي عندها فولورز هذه دورتي تعالوا وشوفوا سجلناها فيديو شابوا فيديو لماذا قلت اشتركوا عشرين واحد وسكرنا أنا أجاوبك لأن هذا 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 اللي كان يصير بالنادر العلمي كانوا يأخذوا عشرين طالب يسكروا للدورة فأحنا يعني أول مرة قلت خلاص سكر ما يدري ما سال يعني جاهلا منها يعني هذا شي قلت لها سكر الحين خذينا عشرين واحد وخنشوف يعني شلون فأقول لك حققنا ستمية دينار لذاك الوقت بس العشرين ما وقفت أنت زي أتوقع أن خلاص محدودة يعشرين شخص خلاص تاييون يرغبون لك يدشون منصتك ومو هذا هذا اللي صار عقب فأنا يوم حققنا ستمية دينار خلال ساعات تخلاص بيانك هذا الشي اللي أبي أسوي عرفت إيه يعني لزيت إيميل حقلك سواء رادي تلون أخذوا أراض هني بديت مع الأستاذة تحاني الأيوب يعني في التصوير ماشا وبعدين استمرنا مع الأستاذة هي أول واحدة سونا لأ الدورة وبعدين أسسنا يعني شريكتي حاليا ما شرب اللي هي سلمة لياسين إيه إنه إحنا شرايش اللي سوناه حق والدتش نسوي حق كل واحد وهذه كانت انطلاقة الفكرة يعني حق ما كانت تدرب لأ كنا فترة كنا شركة اسمها شورتكات يعني كانت مثل بوتيك سيرفس حق المدربين فأحنا لأ اللي قبلها أول أول شي اللي سويتها مع سعد حاني كانت ما بدت تأتن الشركة يعني كانت هذه البداية يعني كان وين يعني شوان يشتري منك الكورس شوان يشوف يدخل البرتل ويشوف الكورس عادي يعني البرتل شوان كان يعني الكود ما لنفسه لا يعني آه أنتم تعمل شي يعني إيه كان سمبل يعني أنا كنت بسوية يعني عبارة وورد بريس يعني تمبلات وفيديو وشي ما في براند ما في شي ما في لوغو البراند ما لها اهي كان وقت آه فكنا نحن نسوي حق المدربين their own branded website في ذات اللوك يحجز يروح يعني يحط مع الفولوورز click here يروح على اسم ويبسايته على اسم ويبسايته تهاني كان آه وسوينا هذا تجربة حق المدربين كثير يعني بالكويت يعني اليوم بعضهم انت اليوم حتى لو انت ما عندك يعني ذاك الحضور في السوشال ميديا او مو انت ما كنت مشهور المنصة تساعدك على انك انت توصل على جمهور معين فبدأوا اليوم ناس خبر في مجالاتهم وعندهم اكسبرتيز معينة بس ما عنده حضور بالسوشال ميديا ولا عنده هذا فيحتاج منصة تسوق له وتسوي له على الأمور واضح الفنية فاني انطلقت الفكرة يعني تدريجيا فاليوم عندنا اكثر من ألف دورة تدريبية على المنصة ما شاء الله خيل يعني اللهم اكبر منصة عربية تحتوي على مضمون عربي ما شاء الله ايه يعني في منافسكم مونون في منافس منون كورسات بالسعودية والله والله في منافسين كثير يعني اليوم علينا من رأس علينا من الذنب يا حسين هذا كان كبير يعني انا اذكر قليت عنهم شركة سعودية في مبادرات حكومية سعودية وايد ايه في مبادرات حكومية كذلك دعوكم انتم للسعودية صح ايه يعني حضرنا يعني احنا لنا حضور بالسعودية الحمد لله ولكن هناك يعني الاهتمام من الدولة حق التعليم مخزائي وشيذي يعني فهم مهتمين يعني صراحة بالسعودية وحتى بالدول الخليجية مهتمين بالتعليم الانلاين حتى الامارات عندهم مبادرات ان شاء الله احنا يصبح مبادرات والمستقبل يا ابو محمد يعني بلا شك اشوف المستقبل الانلاين يعني منصتك مو ممكن يصير فيها تروح للمدارس وتقول لهم يعني يعني هناك ترند هو المدارس بالبيت أو تدريس بالبيت عن بعد ما يسمونه هومسكول هناك هيئة أو شخص هناك هومسكولينج بالكويت هناك هومسكولينج بالكويت أو يحاولون ان يردونه كانوا يوقفون على ماضن بس مع كورونا الحين الناس تقول ليش خلوهم عندنا ما نبي مدارس لأسباب يعني اللي بكيف ومن أسباب كثيرة وشوف هو أنا مع الموديل الهايبرد الميكس يعني ان انت في بعض الامور بعض الشروح يعني تكون سهلة اليوم انك انت تحطها يعني أونلاين وتسويها بس ايضا الطالب تجربتها بالفصل المهمة ترى وهذه انا اعتقد مسألة يعني تربويين يعني المفروض اهميون ويحطون الاصلح حق التربية تيب خبراء تربية وتتناقش هم بالامور التكنولوجيا انت تقدر توظفها في خدمتك يعني في بعض الاشياء الريدندنت يعني جدول الضرب تيب احسن واحد يشرح جدول الضرب ويشرح حق اليهات تيب واحد يشرح لهم القسمة المطورة مثلا عرف فيديو معبوك يعني الانميشن حلو يكون من انتاج وزارة التربية من خلال تربويين بالفصل تتسوي تمارين ما تشرح مثلا القسمة المطورة يعني فتستفيد من مساعتك بالصف انك انت تخليهم يسوون تمارين اكثر بدلا انت تخليهم يتلقون خليهم يتلقون من الانترنت او غيره بس خليهم الممارسة خليها تكون بالصف ان يكون فيه نوع من يعني الانشطة داخل الصف ففيش انت تقدر تزيد التحصيل التعليمي من خلال استخدامك التكنولوجيا فهي مسألة كبيرة يعني اكبر من ان يعني تكنولوجيا ومتعطها لازم ناس خبراء يحددون الكوريكيلم ما للاطفال هذا شون يكون شون الطريقة المثالية وترى على فكرة خان اكاديمي قاطعين شوت بالموضوع هذا كبير يعني لو تشوف عدت وظفه والاي اي انه يشرح عق الطالب مسائل رياضية كالكوليس ما كالكوليس ويفتبرك وميش يسوي لك فاليوم انت انت اعقد النية انك انت توظف هالتولز رح تلقى الناس انه يتساعدك انك انت تفصلها بالضبط على احتياجاتك يعني كلامك فيه فيه درس يعني مهم ودي الفت مناظر لا لان انا كذلك استفدته ومر علي اللي هو اذا عندك مشروع ابدي فيه لو كان متواضع ابدي فيه حطريلك الفرص بعدين تتبلور وتتطور وتفتح لك ابواب كثيرة فتبدي فكرة بسيطة بشوف شون الفكرة هذه انتشرت وتوسعت وليل حين صراحة شوف وتنشيل عالي جدا في تدرب انه ممكن يكون بلاتفورم رئيس التعليم رئيسي مو شي مشي حالك مو بس دورات عادية ولا شي لا شي المدارس ممكن تستعمله كهايبرد تيتيجين سيستم عرفت لبعض المواد فيها وتنشيل عالي جدا يعني انا بالعكس انا قلت الشخصية مصلحة مو الا متاحة لها سواء عندنا او عند غيرنا عرفت انك انت اليوم انا اوضف هذه التكنولوجيا في تحسين المخرجات عندي بالتعليم او في قدارة شؤوني او شي شري فهذه مسألة انك انت توظفها عندك اول انت عندكم النية او ما عندكم اينا عندكم الرغبة انكم تسوين او ما عندكم الحلول موجودة صحيح الحلول موجودة اي نعم وله بس انت عندك الرغبة انك انت توظف هذه الحلول في خدمتك او 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 هل مشاكل مشاكل مختلفة عادة اننا كويتين ندل مشاكل 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 عادة فانت اليوم متى ما صارت عندك الرغبة تجد كل الحلول الموجودة انك انت توظفها والناس المختصين موجودين ويشاركون فهي مو مشكلة عمر عما كانت مشكلة تكنولوجيا صحيح شنو اكبر العوائط لما بديت بتدرب اصعب الشي اللي واجهته او المشاكل بالمراحم يعني من البداية بعد التطور شون تغلبت عليها والله شوف يعني انت كان في يعني بالبداية رفض حق فكرة ان انا احط المحتوى مالي اونلاين المدرب نفسي كان يقول يبقونه اي يعني انا احط المحتوى مالي اونلاين نفس الشي يعني فالمدربين يقول بعدين انا انا شا سوي يعني اذا باقوا المحتوى مالي وقاموا ويتداولون او شي خلاص يعني انا اطلع يعني من الموضوع واعتقاده شذي فكان هذا احد ان لأتي ما بي احد دوراتي اونلاين عشان لا يبقون يعني الجواب كان نفس الجواب طبعا احنا عندنا اجوبة يعني ويديفلوبت الاجوبة يعني انت من تشوف الاعتراض بالبداية كل شي تسوي فهو رافض مبدأ ان انا اطلع اساسا اونلاين بعدين يعني مع الوقت انت تشوف ان الناس قعد تبنى الونلاين ممكن تقول لها يبقى ملينا اطلنا اونلاين خمينا ينحضر عندك فتروح تقول يا انت في ناس من السعودية يابونك في ناس من هذا يعني انك تسافر لهم يعني انك تفتح لهم من الونلاين فبدأ يصير عليه ضغط حتى انا اقول لهم امود اللي بوق المحتوى مالك هذا يعني اشكره اصلا يعني لانه ما رد بييلك يعني واذا ما يت المعلومة منك بتي من غيرك يعني فأحسق خلتيها منك يعني انت اكسب الاجر واكسب المال صحيح ارى فيفكر اه يمكن كلام زيد هذا صح وتروح انت بنفسك بمحمد بالبداية يعني انا اللي يعني ابشر خنقول بالتكنول عارت فدايما انت لما رأتي بشي يعني يرغض بعدين صار امر طبيعي يعني هذا الامر ويعني وهم صراح المدربين يعني اللي اكتشفت انه هما يستلهمون من بعض يعني 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 فكرة لطيفة يعني يعني ما انا بنقول بوق بس يستلهمون من بعض يعني هذا يشوف انت هذا ويزيد عليه ويعدل عليه اعتقد يعني هذا امر يعني معمول فيه يعني حتى يعني شنو هذا قال ش اسمه ستيف جوبز يقول جود آرتست كوفي جريت آرتست ستيل يعني فهذا براكتس يعني واعتقد انا التجربة الانسانية انت اليوم يعني ما يعني ما اشياء يديدة افكار يديدة فانت ما بديت من الصفر يعني ولي لك وحي من الله يعني حق هالأمور هذه ما ادري اذا في ناس يعني يمكن تعتقد الالهام يعني الالهام يعني يمكن هي تجربة انسانية تراكمية من الاشياء اللي مرت عليك معلومات اللي اخذيت وعطيت شي اضفت اضافتك الانسانية قلنا لا شعورية اصلا اي يعني بينغير ما تفكر فيها تلقى تطلع بحال تطلع بهذا بس يعني هذا شي يعني تراكمي انا اعتقد يعني هذا بناء لانه كلما قريت اكثر كلما اطلعت كلما شفت اكثر كلما بديت تفتح عندك خانات يديدة هذا الامر كنو احنا نتكلم اليوم في الفيديو هذا اللي شاعد تفتح عنده افكار تفتح عنده اشياء فهذه العملية طبيعية يعني فهذه الامر تكون واضحة سبحانه بس ما تفكر فيها الا يعني لما يلفتح انتباهك لها او يذكر ها او او يطري الفكرة او الاتجاه بس تفتح افاقي نيدا فأنت اليوم يعني فكرة انه يبقون افكاري او يبقون مشروعي او هو نوع من نوع الخوف يعني عند المدربين كان تغلبنا يعني علي انه يعني اليوم خلاص انت فكرة هاي لازم تجاوز بعدها تصدق يعني انت اليوم لما تكون قاعد تقدم اهم الناس ييونك يابون منك استشارة يابون منك معلومات اكثر يعني انت تكون بوابة يعني العلم هذا للناس هذين اللي اتلق او منك هالشي هذا هذي احد التحديات اللي واجهناها بالبداية والحمد الله يعني تجاوز ما ادري من مجهود او ان هذا امر طبيعي يعني قاعد يصير فكنت استغرب يعني كان كانوا راضين يوم صارت الكورونا كلهم هذون اللي كانوا راضين انتبه على التدريب اونلا وهذا كان الهانيمون التدرب في هالفترة يعني صار عندنا رواج كبير ان شاء الله ايه فكننا احنا شغالين من قبل الكورونا يعني موجودين بالساحب الصفرة هذي اللي صارت صارت بالكورونا يعني الناس قاعدة ببيوتها واستفادة واللي كانوا حطين الكونتنت ما يعني من البداية ايه بالبداية بدات لما بديت تتسوق ذكرت انك انت على سابات الشخصية صح الحين عقوة تطورت لمصارة منصة تدرب بخبرتك شنو افضل طريقة اللي وصلت لها طبعا ما نبي المنافسين يتعلموها المستوقع يعني اذا عندك شي تقدر تذكره شون افضل طريقة وصلت لها او وصلت لها للزباين كانت يعني مثمرة شوف اول تفكير شون توصل لها احسن واحد يبيع المحتوى ماله هو المدرب نفس اي صدق احسن واحد يعني يب نتايج هو الشخص نفس ليش لما يبني علاقة مع المتابعين ملوتة علاقة صداقة معهم هنا يكون يحقق يعني معهم ويكسب ثقتهم طب واحسن من يسوق حق مادته وعادة لما يكون مارة تجربة شخصية ومنتقل من نقطة الف الى نقطة باء بناء على طريقة معينة ويابة نتيجة ويبدأ يبشر بهذا الطريق حق الناس يعني يكون اكثر شخصية فعالة في تسويق حق نفس اكثر من ما نسوق وغير نسوق فهذا اللي اقول حق المدربين ان احرص انك انت تبني علاقة طيبة مع متابعينك حيث انك انت اليوم تكسب يعني ثقتهم بنهاية اليوم لما تعرض عليهم شي رح يشترون منك لان انت يعني خصوصا اذا كانت عندك تجربة شخصية سواء مثلا واحد في نزول الوزن او في التربية او في غيره يعني اذا حقق نتيجة معينة باستخدام مثل يعني هذا فعلا ومحمد دمين استفيد من دروس مهمة فعندك يعني بالطلبات مراحل مرت فيها طلبات صح زي اللي انت لعل اخبر مني فلو تتطرق المراحل اول مثلا بداية بس عموما احنا ذكرناهم بس تكون مثلا المرحلة هذه بالتأسيس كانت من اهم الشغلات التي استفتتها كذا وبعدين مرحلة لأ نوعا ما قاموا يون الزباين زباينكم اللي هما المطاعم عدل يعني هذول خلنقول السبلاير زباير احنا الزباين الفعليين اللي يشترون من المطاعم يعني نحن نخدم المطاعم طبعا بس الزبون الاول هو مالك يعني فاحنا وايد لما ننظر يعني حق امور او قرارات في ذاك الوقت يعني اهم شيء راحة الزبون يعني انت اليوم اذا خسرت الزبون خسرت البيزنس مالك فاهم شيء راحة الزبون فكنا ناقض قرارات على هذا الاساس ساعات يعني من غير ما تشعر انت تقضي شغلات الضائق زباينك وما تتم فيهم الطريقة معينة او غير فتخسرهم يعني فهو يعني وصلتك تكون ان راحة الزبون عندي اولوية لان راحة الزبون يجعل الزبون سعيد يشتري منك مرة مرتين ثلاثة ويستمر معك يعني فهذه اعتقد مرحلة مرحلة التسعيرة يعني اهم كانت انش كتر احنا نشرج على كانت فهذه ايضا ما تكلمت فيهم يعني بالحلقة اللي طافت بس هذه واحدة لما انضبطناها خلاص احنا الحين الموديل لم نتضح يعني شن شون يشتغل لان ما تكلمت عنها وكنت بسئلك لما سأل بعمر عن شون طريقة التسعير تفسير لك شوان وصلت الـ 200 فيلس في البداية اول قبل الـ 200 كانت يعني كانت عشوائية فنحنا ما ندري ما فكرنا يعني وائد بالموضوع قلنا يبقى سأضع ثلاث باكيج لان 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 باكيج ان تضع باكيج رقم واحد باكيج بس اولا باكيج يعني تدفع 500 دينار بعدين تدفع 50 فيلس على الوردر تدفع 100 دينار 150 دينار تدفع 150 دينار ودفع 50 دينار وشي فالمهم يعني وقتها ففي رزيسطر لا يشارب 500 نحن كل اللي قلنا بدالة المطاعم دفع 50 دينار ولا يبال طلبات يعني ان انت بدالة مطاعم نحن بدالة مطاعم ويبسايت تسمون لي ويبسايت يعني في مشكلة يعني فبعدين يعني وقعنا مع 50 بعدين يعني من عرض النقاشات اللي داخل كلنا يا جماعة شيل ال 50 هال برير شيل ييب المطعم نحن نستفيد لما ننجيب المطاعم ييبه واخذ عليه 200 فلس يعني فقط دع تطورت ف نحن ان خلاص نشيل المبلغ الابتدائي يعني هذا كلها تشكيل التسعير البرودكت اللي نقدم للمطاعم فهنا عروف بالماركتنج ريسك ريبيرس كمطعم ما عندك ريسك ان تشمع ضربات لما ننجيب لما تدفع لنا 200 فلس فهو يقول ها مع ذلك مع ذلك كان في مطاعم ترفض شيء لا ما أنا شو السبب ما تدري يعني شو السبب يعني يعني في مطاعم يعني واد كنا نسمع شيء لما أنا غير المنيو مالي غير المنيو مالي ما تريد تصريف اه ولا الصد قلت لازل حط الحين وبعد غير المنيو غير بس ادخل في مطاعم ترافض يعني خصوصا في اذكر مطعم ما بي أذكر اسمه عنده كونسنتر وكبير 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 ما بيع اعط كم يعني كان شوية يعني رود فأنت لما تروع تبدأ تبيع فكرتك تقبل رجيكشن يعني عرفت لازم يكون عندك قلب من حديد يعني عرفت عادي يعني لا يأثر على نفسي لما قلت لا يمكن يهزعك وهزع فكرتك يعني وإحنا تعزعنا يعني تهزعت فكرتنا في ذاك الوقت عرفت إلى درجة الذكر واحدة من الميتينغار كان يعني كان وضيت هاوش الله أكبر يعني القدر الإهانات يعني اللي وجه لك وسخافة الفكرة كبير يعني عرفت فأنت لازم تعلم أنك تتحكم بعصابك أنك أنت محد يعني يعني يقول الأمريكان يعني يعني يلدك يبر صح عرفت لما أنت لا بد أن يكون يلدك يبر صديقي تقول أنا بطل تبدي يعني أنا الشي أقول صيد يعني تجربة مرينا فيها يعني غير ذكر اسماعي فأوكي عادي يعني يعني لا تشخص للأمور الفرص كثيرة موجود يعني المطاعم آلاف في مطاعم يعني كنا في وقت في مطاعم ورده شويان ورحبه فأنت فعليا لما تكون عندك خدمة أو سيروس وتروع في هالعالم الكبير وتبدأ أنك أنت تحاول أنك تسوق لابد أنك تعرض يعني مو دينية وردية تعرض للظاف لا تأخذ الأمور بشخصية إذا الماركت يعني رح يقبل يعني فكرتك رح يقبل فكرتك يعني عواطسك ومشاعرك ما لها شغل بالسالف كل بس أنت لازم تأدي الدور شوان أنت أو شركائك أو موظف لا بد أن الدور ينقام فيه مو معناته أنت يأثر عليك إذا ما تحب الدور هذا أو كل شخص آخر يسوي هذا فعله أو شريك يقوم في هذا صحيح أو ما عند هذا لأن أنت لا تحب كل في البيزنس البيزنس فيه وظائف كثيرة فمو معقول أنك بالبداية تسوي كل الوظائف في وظائف تسويها وتجرع المر في وظائف تحبها هذا جزء من العمل ما الوظيفة التي تحبها من البيزنس وإدارة ما العجلة يعجبه أنا صدق أحب العجلة تلف يعني أنا بطبيعتي أحب أرى البروزنس كام يعني هذا أحب أن العجلة تلف فالعجلة لن تلف فأنت لا تستانس يعني بالنهاية لابد أن تعرف ما الذي يوقف العجلة آه فتروح تحاول تحل فأنت دائما تحل مشاكل صغيرة لأن العجلة تلف فأنا أستانس إذا لفت العجلة فعليا إذا لفت العجلة خلاص أعتقد في الناس ترى لهم أدوار ويعني في تست اسمه مايرز بريكس تست تعرفون في 16 نوع من الشخصيات فإذا أنت تعرف شخصيتك وشون الأدوار اللي تتعب سو هذا الاختبار عشان تعرف شون الشخصية اللي أنت تعب ها و تناص فمو غلط أنك أنت تحب شيء معين ما تحب شيء معين الغلط أنت تحط نفسك بمكان ما يصلح فأنت أعرف الرول اللي أنت تريد تقوم فيه عشان لما تبدأ مشروع مهم أن يكون عندك شركاء يعبون الفراغات اللي أنت ما تحب أو ما تحب تسوي ها وتكون واضح يعني لما أسسنا طلبات ما كان كشركاء ما كان عندنا رول واضح من كل واحد شون الأدوار بدأ تتي بالتالي وهذا ينم عن عدم خبرت بالمجال كل واحد بدأ يقضب أشياء يعني حتى في فترة من فترة عصبت يعني أنا على الشباب أن أنا ما بي أقضب المحاسبة عرفت أنا كنت فعليا فترة من فترة قاضمة المحاسبة ومبلوعة شبدي يعني عارض يخترق يعني عرفت يعني فماني حتى قلت لهم قلت لهم تشيلوا هالتاسك عني يعني يعني أنا تقدر تقول أي فراغ كنت أسده فواحدة من الفراغات كانت الجانب المحاسبة يعني بالبداية يعني كنت يعني قاضب جزء محمد يزاه الله خير كان قاضب الأكسل شيت يعني وأنا كنت قاضب المهم هذا الأشياء تنرفزني يعني أنا ما عبد يعني فتشذي يعني والله قاعد ذكروني يعني الله يرحمه عبد الوهاب وهني تدخط يعني فأنت بالجروب دايناميكس مو كل الشركاء رح يشتغلون بنفس وهذا تعلمناه من أمريكا بدراسة في جزء من الفريق رح تحمل عب غالبية العب فالدستربيوشن نوت إيفن يعني ترى هذا أمر طبيعي فأنت رح تلقى نفسك بأماكن يعني معينة بالدنيا وإذا هذا عالم العمال يمكن يعني رح تصير part of the distribution عاد أنت يعني أهم شي يكون صادق مع الشركائك والcontributor يعني ما يصير أنا في نقطة على هذه أذكرها درس غير مباشر من أبويلي فكان مع الشركائي هكنا أربعة كان لما يسألني عنهم ويعرف كلهم لما يسألني عنهم يقول شون أخوانك ما يقول لي يدير بالك عليهم لا تختلف وإذا قصر واحد شيله بس يسألني يقول شون أخوانك شري فكانت يعني سبحان الله أول مرة سمعتها كان لها وقع عظيم في قلبك وقعدت تفكر فيها فترة طويلة ليش يختار الكلمة هذه غير ها ما يقول ولا وصيني عليهم ولا شاي ولا شون الشغل شون أخوانك سبحان الله أثرت فيني جدا عرفت أن الكلام الذي ذكرت أن شخص يمكن يعمل أكثر من غيره وهذا يمكن يهمل فترة هذا يمكن يغلط هذا يتجاهل بعض الأمور يقطع عليك شغل بالنهاية أنتم مع بعض لا يخون الثاني لا يطعن بالثاني امشوا كل واحد بوضوح ومعرفته على المجال لأن فعليا هذا الشي يصير ولا فيه أمور أتذكر حتى أنا وقت حتى في إدارتك المالية وصرف فلوسك على بعض الأشياء هذا أيضا أنت مؤتمن عليها جميع الشركاء فما يصير أنت تفضل نفسك في بعض الأمور فلما أنت تصرف دينار من فلوس الشركاء أنت إذا ما عليك رقابة مالية فأنت عليك رقابة ربانية صحيح فلازم أنت تصرف ها بالشكل الصحيح وسعات إتي على نفسك صحيح يعني أعطيك مثال كنت الكرسي اللي أقعد عليه مكسور وما أقدر أشتري كرسي محترض ما أقدر أبررها مثل كرسي اللي أنت قاعد عليه يعني كان ودي بس ما أبي أسويها لما تخرجنا وبيعنا ومسويت شاركتي بروح شارك الكرسي ب500 دينار فلوسي بس عشان أوضح ترى هذا أنا أشاري من فلوسي بس هذا قصدي يعني أنت تكون دقيق به الأمور يعني عرفت أن هذا فعلا خلاص أنا أتحمل أقعد على كرسي مكسور مع أن أور تشت في عارف عادي بس بحيث أن أوظف الأموال بمكان على الصحيح ما أبدي نفسي وأبدي أسوي أمور رفاهية أو أصرف أمور بغير محلها لي قصد أن إنجاح البزنس لمقاصد أخرى هذه مطبات ممكن أنت تطب فيها لابد أنك أنت تكون خالص النية على إنجاح المشروع يحكم أنفاقك فيما ينجح المشروع وتكون يعني الشراكة مثل الديمقراطية بطيئة ساعات في اتخاذ القرارات تتعب لكن يجب أن تتعب بالنقاش لكن عندما يخرج القرار الجماعي أفضل من القرار الفيلم لذلك كيف تدير الاجتماعات وكيف تتخذ قرارات لابد أنك تكون فعال فيها تعرف كيف تجتمع تعرف كيف تأخذ قرارات بشكل سليم وصلا لما تكون في بداية حياتك ممكن شخص مأمور مكسر سيب خذونا ما تكون ربع فبس من الأحسن أنك تقعد وتسمع وتسمع وجهة النظر وتنسمع مو بس تسمع تسمع وتنسمع تتأكد أن وجهة نظرك وصلت ومحمد نحن في شغلة ما ذكرناها بالحلقة التي فاتت وكان ودي بصراحة أسمعها الذي هو الحين أنت وضعكم ما تكرر تشتري كرسي وقعد تنمون بعدين صار فيه تطور عدل بدأت المطاعم الدش بدأ الله يزيد وقام توسع الأمور والشركة زادت في مبيعاتها وكل شي بعدين أنا عندي مخيقة أو فاصل فراق ما بين هذا وأنا أدري أشوف ربعي فجأة قاموا يطلبونه هذا وما بين البيعة التي صار ما يحدث هل من أساس أنكم تبيعون وأشوف أي مشروع تجاري أنت نحن يمكن لو نعطرين قليلا أن نحن نحن لكن نحن هذا الهدف من أي بزنس أنت هناك وقت أن تستطيع تطلع وتكيش صح وفعل شي أخر ماذا كان أي سنة نحن 2007 وبدأت أي سنة 2004 يعني ثلاث سنوات فعليا أنا كنت فيه بالعكس اليو عقوب نشتغل و بس الفكرة ناجحة من داك الوقت ثلاث سنين والأكسكيوشن والأكسكيوشن ناجح يعني يوم سوينا أجزت فيها فاليو وقدرنا نسوي فاليو من ويبسايت عرفت وهذا شيء وائد صعب أن يصير جدا فهذه كانت عظتنا أن نحن نقدر نسوي أشياء يعني تحقق نتائج طبعا أنت اليوم الادوبشن زاد أين عرفت هذا هذا شركة ألمانية وشركة بريطانية صارت ليس شركات فصار شيء عالمي شون صار الأكسكيوشن هل كان يسوق لأكسكيوشن أو شيء أو أوية والله شو نحن تخرجنا كشركة يعني لأخصن شون ياكم الزبون الفرصة شون صارت والله كنا عرضها كنا نعرضها على ناس و سبحان الله يعني ما يبوي تعرضتوها كزيادة هاسمال ولا كأكزيت توتل اشتراع وإحنا بنبيع الشركة بكامل هذه أرقامها وهذه كده وهذا القروث مال التقييم أنتو قيمتو ولا ما كنا نعرف نقيم يعني حتى استعنب ناس يو شاف وشذي وقال يسوى أكس وشوف أنت لما نتي تقيم تكنولوجي كامبني ما يسي أنت تقيم ها مثل ما تقيم عقار فما في موضوع الناس ما تعرف قيمتها صحيح أرد فأنت اليوم يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كنا قدرنا نسوي اكزيت يعني هذا الذي أثبت لنا أننا فكرة عاجحة يعني هذا يعطينا الفانيديش يمكن لو ناطر قليلا لا تدر يمكن بس سبحان الله يعني هذه مو مكتوبة لك فبعدين نحن ومو بس نحن تضع أن هذا في مكان كنت تسوي مشاريع من سبعة 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 نفسهم يعني نفسهم اللي سووا كاريج سووا يعني كاري كاري اي اي فاليوم يعني الشي يدل يدل يعني ما زال هذا بس الحين أنا أتصور حق واحد ما عنده experience saturated صعب أنه كنت صح إذن أبو محمد أقبل من 2007 إلى 2011 صح من تدرب تدرب بديت فيه آه 2000 يمكن لا تدرب سوان short شورت 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 يمكن 2011 2010 حين هذي عربعة سنين 2007 إلى 2011 4 سنين خليت إجازة سنة اي اي اشتغلت بهالفترة عايشتغلت مع الأهل شركة عندنا شركة عقارية اشتغلت فيها فترة ونفس ركت سأأخذ إجازات يعني يعني بعدين يبدأ اليوع مرة وقت أصدق كان ألعب ووركرافت عادي يعني مرينا عليه بي 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 أنا يعني أيام ما كنت في طلبات ما كنت ألعب ولا أقرب ووركرافت لأن أدري تكتب أرا أقدر أجاب شلو فكنت من ضبط بعد لهذا الشغلات أنا أريد أقرب ووركرافت ولفلت وسافرت يعني خذيت إجازة يعني ما ما عندك أبدا يعني من الصبح للليل ترجع تنام خلاص أيام طلبات فعليا يعني ثلاثة سنين يعني ليوم يعني بس إنه في أيام يعني كانت يعني كنت داش عاصفة يعني رأيت فأنت وقت العاصفة لازم تكون خصوصا بالبداية أي شيء وفيه وائد متغيرات وائد موفين بارت عرفت أنت يجب تتحرك منهم في مسؤوليتي فما يصير أنا قصر ب مسؤوليتي وأرؤتي والله أنا أقل أجلت يعني الأشياء الشخصية اللي ودي أسوية إلى بعد لأن الإنسان يعني ما تقدر تسوي كل شيء بنفس الوقت ففي صحيح إلى وقتين ومحمد هناك سؤال أنا أسف أقاطعك تذكر في موقف صار وإياكم طلبات انذكرته بره الأر اللي كان يصيبكم الطلب يوقف أو شيء يعني هاي واحدة من الشغلات تعطين ياب اختصار السالفة كنت طالع مع صديق الله يتكره بالخير عبد العزي العنجيري كنا بروح موفي يعني أعزمني بروح فيلم في رايحين الفيلم تخير لي كان يدق علي وعموة ساعة ثمان ونوص ثمان تسع دق علي فؤاد سير أوردرز are not going through we have a problem شين البروب قال أوردرز يعني stuck بالهذا فؤاد أخطر الله يترى بالخير وكان يعني بالكول سنتر قلت له أكيا I will come now قلتها عبد العزيز عاسف يعني في عندي مشكلة ودني المكتب ويها تغير وقال لي أوكي قلت له والله أمر ضروري ما يشونه صاير رحت بالطريس دقيت على محمد غذاء البلد واقف عليك انت والسنمة فلابد انك تتلق وتروح والله ذلك يعني لا بس يعني عرفت انت يوم خميس وما بترتاع وشي يدقون عليك تعال في مشكلة ما كنت أحب رقم حالك كنت في مشكلة يعني عرب أو هذا ف رحت قلت حق محمد خالد ما يخالد محمد 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 ده الشينا شي سال فأطالع الفاكس سيرفر والأوردرات متكودين أقول لها send it يقول لي it's not sending ليش it's failing يعني قاعد يصير failing متى صار هذا قال لي قبل نسساعة آخر أوردر اندز قبل نسساعة سأطالع الأوردر سأشوف رقم الأوردر الاندز ولا يعني ما أذكر بالضبط بس شنا ستة وثلاثين الف وثمانمئة واربعة وثمانين شي رقم غريب سيش وقف عند هذا الرقم هذا لكي أتذكر شغلة غريبة يعني أنا يعني بالكمبيوتر ساينس أنا درس كمبيوتر ساينس في الكمبيوتر هذا الرقم وهو آخر تابل بالأكسل شيت اللي هو الانتجر فأنت الانتجر بالأس كي أل ديتابيس لرقم ينتهي ستة وثلاثين الف وثمانين وثلاثين الف رقم فإحنا الوردر نفسها كان بالديتابيس نفسها محطوط أن إنتجر اللي هو رقم صحيح في لغة البرمجة والرقم الصحيح ينتهي عند ثمانة ثلاثين الف وستمية وشي شديد فقلت حق فؤاد قلت لإدخل على الديتابيس غير غير التابل نفسها من إنتجر إلى فلوت وشي كان يغيرها ستسوي الستارت حق السيربر كان يدزل سبحان الله سبحان الله قلت بس هال مشكلة يعني هذه الغريبة أرد البروغرامر أساسا ما توقع أن تصلنا الرقم هذا أن نصل لا يعني أولا كان خطأ منه أنت لماذا تضع انتجر طبعا نحن الكلام لا يفهم الذين دارسون كمبيوتر ساينس فأنت التابل لماذا تضع انتجر أساسا أبطأ لكن لا أعلم ساعة أعطيت فأقول لك لو لأن ذكرت هذا الرقم من أيام الدراسة لم أستطع تحل هذه المشكلة ولكن أنتوا في هذه اللحظات كانوا مان يتجزون الطلبات كان كان في 20 أوردر متكوى ساعة 9 8 فالناس تعطل الأوردر و تدقون عليك و تسبون و و طرفنا هيا كذلك ف واحد ستريتش يعني خلاص بعدين أي فيلم أي بص تكيخ ما لخلط شي تكون قاعدنا بالليل لما خلصنا الحوصة لانصير حوصة أنت عندك باكلوغ و شي ضبطنا الأوردر كيف نعم لأن أنت المشاكل التي بعد الأوردر بساعة يبدأون يدقون و شي فحوصة حوصة حوصة لما الساعة تنعش سكرنا الويب سايت ساول باكلوغ بطلوح يعني البيت يعني كذي يعني كذي قدناه تبناه كذي يعني فأنت تواجه هذه الشغلات تقريبا يعني كل فترة تصل على المشكلة فأنت يعني بالقدرة على حل المشاكل فبعدين ترى بعدين إحنا يينا بالشركة آخر شي يعني من المراحل الأخيرة المرحلة اللي إحنا ما لا يصير عندنا مشاكل حتى كان وقت الله يرحم عبدالوهاب يعني كان فقال عبدالوهاب دعونا نرى كل مرحلة عندنا مهندس قال دعونا ما كل مرحلة يعني اللي قال للي فقل نرى تطفي الكهرباء حطينا كل شي اعتشارينا جنريتر حطينا ابن كهربائي باكر إذا طفت الكهرباء باكر عندنا بلان يعني عرفت سبحان الله وائد صعب إنك تسوي لستة failure points ما أنت ما تبي ما تبي يعني الطبيعي الإنسان طبيعي ما ود يذكر مكان واحد وهو ممكن يفشل فيه بس أنت تسوي قائمة كاملة بكل أماكن اللي ممكن تفشل فيه خلاص حتى الذكر أسف الضحك به الموضوع قلنا وإذا نقص الإنترنت الكابل البحري ما نفعل أعرف كان أقول الآن زاكن نت كان يقول عبد لهاب الله يرحم قال حبيبي لا يمكن يطلب إذا ما يوجد إنترنت إنت ما إذا شابك بالإنترنت إذا مقطعين الكويت من الإنترنت يعني ما إذا مروحك بالإنترنت قلت أرحك خلاص يعني لو يصور هالفالير فويت رح يصور على الكويت كلها ما ححد يقدر يسوي شيء فإذنك رأي صرف الضحك الله يرحم عبد الوهاب يعني لو قال لي يعني بالمعسم قال شغلة قبل الله أحاول النقطة هذه قال بالفترة لثلاث أربع سنين هذه ما بين تخارج كم من طلبات وانت قال إذا تدرب أو البلاكفورم اللي ذكرته ستار شاسمه شورتكات شورتكات قال كلمة ودي بس لو نلتفت لها ذكرت أو قال الشغف اشتغل فالأنترپنور السبيرت هل بهالفترة هذه حسيت أحتاج أسوي مشروع أنا ما أقدر أكمل مثلا بالشركة العقارية أو الوضع اللي أنا في شخصيا حسيت أن العقار شغل شياب مشروع فقاعد فكان يعني كان ودي أن أستمر في الأعمال هذه الهاي تيك مثل ما الآن نحن مستمرين في شغلها أحب أكون شخصيا قبل الموجة لا أحب التطور أنا أحب أن نحن نحسن حياتنا من استخدام التكنولوجيا أحب أشوف العجلة تفتر ترا على فكرة لماذا لا تحدث هذه الأشياء عادي يعني كيف أشياء يعني يمكن أن تكون أكثر أفكار أحب أنت تستغرب لكن ردا على أنا أدري ما تقول يعني أنت تقول أن حسنا لن نحن نحن ليس كل شيء يمكن أن حياة الناس يكون مستمر ليس كل شيء يكون مربح تجاريا لذلك أنت مقيد تقدر إذا لديك فلوس بعضها بشغلات معينة تفعلها إذا كانت هذه هوايتك أو شيء لكن عشان تنجح نجاح تجاري يجب تخضع لإحتياجات السوق فهي معادلة صعبة أنك تسوي شغلات تحسن حياة الناس وبنفس الوقت تكون مربحها تجاريا يعني كنت أقول لدينا فقرة كل حلقة اسمها فكرة المشروع فكنت أقول لك بناء على هذا الكلام نبي فكرة مشروع حسنا ناقش فكرة مشروعك التي طرحت اليوم نعم تفضل ولا تذكرها أعتقد عندي فكرة عن الموضوع لكن تفضل قولها هو تركبهم بالمحلات والكاميرات هذه فيها فتشوف اللي داخل يطالع من المحلات فالداتا هذا تعطيك بطريقة مبسطة اللي دخل عندك كم واحد من فئة الدكور ومن فئة النساء بالأعمار المعينة اللي دخل ولي طلع هل كان مستانس هل كان نوترل ولا كان مستاء فيعطيك ثلاثة أشياء هذه العمر الجنس والشعور أو يعني العجاب أو الاستياء وتعطي كيام على غرافز فتشوف عدد اللي داش عندك وكذلك الانجاجمينت آسف نسيت أذكر لك الانجاجمينت فمثلا لو حطيت سنسر عند منتج مثلا أو ديس بلاي يونت والزبون مر وما شع يبين عندك الانجاجمينت يعني أقل خينقل 60% أقل من ثانية فهذا معناته ما انتبه للمنتجك أو مثلا خينقل ان لا والله جزء كبير انتبه للمنتجك ما بين ثانية إلى ستة وانية وبعدين عادتك من ستة إلى خمستاعش وخمستاعش وفوق فيعطيك الانجاجمينت ويعطيك الجنس ويعطيك العمر والعدد فأنت كنت بتقول لي أن في الحلقة اللي فاتت كنت قاعد تقول أن نحن دائما كليادينا وصحاب أعمال إذا شفنا فكرة وعجبتنا نفكر بس بالإيجابيات وننسى شروع السلبيات فقلت أنت تحب تسوي قام لو ذكر كلام البروفيسور ما لما قال if you can't find the problem نحن 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 حلو هذا أنت اليوم عندك حل تكنولوجيا وراهين جميل جدا يعني منو تعتقد الزبون مالك أنت في رأيك منو هما الزبون مالك طبعا أنا أنا رحت أنا رحت وعرضته فعندي فيدباك عندي فيدباك تبي قبل ولا لحين بس أنا أفترض يعني أنت تعتقد أن الزبون مالك هو محلات نحن 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 أفكار مثل هذه طبعا هي حلوة تكنولوجيا روعة جميلة يعني أن هذا ولكن هي حل لمشكلة غير موجودة عرفت أنت قعدت حل المشكلة مو موجودة 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 أقول لك ماذا يقومون الآن ما هو البديل الذي يقومون الآن تعرف هذه المسبحة التي يعد هذا يعطونا السيكوريتي وهو يعد كاونتر كاونتر أنت ليس تكنولوجيا روعة أنت عداد يعني 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 ممكن أن أضع ليزر يعد شم واحد لهذا فأنت فعليا هذه إذا كنت تقل المشكلة أنت تقل المشكلة بس أنا أقول لك من زبونك بعد الحلقة بيني وبينك بس أنت اليوم افترضت أن المحلات التجارية فعليا لما تروح أنت واحد محل تجاري ويقول أنا أريد أن أعطيك يعتقد أن مشكلتها بالميرشندايز مشكلتها بالبضاعة وليس مشكلتها بالشيطاني يعني الذي أنت تستطيع تساهم وتحل عليه أنت لا تحل مشكلة ومشكلتها في مكان آخر فأنت لديك حل لمشكلة غير موجودة وتحاول أنك تبيعها لذلك تجد الصعوبة في تقبلها يعني لدي هذا ولكن هناك يمكن تبيعها عليهم لكن معدودين فدائما نحن نطيح في فخ أنه يكون عندنا حل لمشكلة مو موجودة محمد أبي تحليلك أبي أقول لك موقف صار وياي على موضوع هذا وأبي تحليلك تقول لي ما السالفة بالضبط رحت حق زبول وشرحت لنفس الكلام اللي قلت لك بس عندي الويبسايت الغراف سوكي شي برزنتيش سويت له شغل مرتب فقال لي انزين طبعا نظري تيلر كبير بالكويت قال لي انزين بس في جيو جيو فنسين ولا بيمينج اللي هي شنو أنه يستخدمون السيم كار يعرفون بالضبط اللي بتليفونك يعقدون يعرفون أنت من وين ييت أنت مثلا طلعت من منافس وييته أو شفت مثلا بلبورد بالشارع شفت دعاية بالشارع وحاطها ومن هناك اتجهت له فيبون فقلت له لا ما في شي يعني هذا استخدام نحطهم داخل المعرض عندك قال لي أنا أبي المعلومات من بر المعرض لداخلي مو داخل المعرض وقال قلت له زي يالك اصلا نحن لا بشو الحين أقول لك عين تيك سالفة كان أقول لها قلت له شوان يعني صعبا يقول لها يوني شركة فلانية تك شركة كبيرة عالمية وعرضوا علينا الشيء هذا طبعا هذا من ناحية برايفيسي ليولا يعني مش طوبة لأني يقول لكم الاسم خيلي يعطيك اسم الزبون من اليايك من وين يايك انا في برايفيسي قوي يعني خيلي قلت له قلت له ما تصير قال لي ياني فلان فلاني الشركة يمكن دمار اكبر اكبر اسم كل من قلق يسمعني يعرفه خلاص خلاص لانتوا حق لو زيد كان يقول يوني وارضوا علي هذا فانحين انا سيلز احتاج اكمل وياه ما قدرك اطع الشوت اقول ايه خلاص فما الله فقلت لانزين هذا صح ان شاء الله صح كلامك وهذا مفيد لك وكل شي وافيد لك من اليان عندي بس هذا ايك على مراحل يعني موضوع كبير مصغير يعني انت يعني الداتابيس مالك كله لازم تخير على اساس يستقبل المعلومات هذه فالموضوع يأخذ الى خمس الى عشر سنين شو ليه صح هذا البلان قلت لانزين ومن الحين الى الخمس سنين انا المنتج قابلك يا ما في بنية تحتية انا اركبلك كل شي انا سوي كل شي انت تدفع اشتراك سنوي فقط فقلت لانت انت ماذا تستخدم هل تستخدم شي بالفترة من الحين الى الخمس سنين الى تشاير هذه يبلك عنها الكاونتر عرضت المسبحة اللي هذه قلت لاني استخدمها قلت لاني ما عندك شي فقال انشاء الله خلاص نشوف صح كلامك فالحين بنخي الهدف شي خيالي يعني يعني شي يعطيك داتا مطبيعية بس التطبيق الفعلي يقول لك ان هذا حتي ما رح يصير فهمت غزني صح هل تصريفة هل قلت لا لا مو تصريفة هو ما شاف ان انت رح تضيف لشي عن الكاونتر اي يعني على الكاونتر يعني انت كاونتر يعني فاخ يعني كاونتر يقولك سعيد شم واحد سعيد شم واحد عزين دخل معه بس ما رح اللي يبتش يبتش يمتق بهذا اللي يزعل يمتق بهذا اي يعني انت شدي قعد تسوي عارف وهو ما قدر يشوف ويمكن معه حق يعني مو مش انت فعلا زين انه عندك فرصة انه رح تكلم هذا يعلمك انه انت تزبونك مو محلات الريتيل زبونك اقول لك يا منو انا عندي فكرة يعني متاز زين بس انت افترضت فرضية خاطئة من الاساس عارف بس او شاف ان هذه فكرة ما رح تسوي وائد هذا العداد اللي عندي قاعد عرف كم واحد يدخلون هل رح عرف كم واحد سعيد وكم واحد موس سعيد هل رح يزيد المبيعات ما رح يزيد المبيعات تعرف الاعمار تعرف النفسيات تعرف شنو بعد ممس الاكورسي هذا يعني ذكر انت اي بس هذا ما رح ينعكس على المبيعات تعرف هو تتارغت لما تسوق مثلا تعرف زبائل يتجل يشترون حريم من عمر كذا لكذا رح جرب شوف جرب ما يعني لأن هو يعتقد ان هذه ما رح تضيف على البوتوم لاين للسيلز عنده يعني ما رح تضيف عنده شي فهذا شي مهم ترى انك انت تسمع اللي قال وقال لك يا شكرا قال لك ابي اللي بره يعرف من وين يعيين خلأ يقول لي مثلا كلمتها بالضبط كانت اللي دخل عندي خلاص دخل دخل عندي بالضبط ما يهمني شي يسوي هذا هذا الواقع هذه مشكلة الرياضي عدل دائما يطبق فكرته على نفسه حقيان لو عندي محل ريتيل رح يهمني تسمي المعلومات هذي عبا عرف دائما رح يصير تفكيرك نفسه بضبط بضبط اي نعم صح لانه يهم ان اللي يدخل عندي يشتري فالمشكلة مول ان دخل عندي انا دخل عندي هذا تحدي ثاني انا يبتع ودخل عندي هذا مجود انا يبتع محلي الان شنو احض داخل المحلي عشان اشتري مشكلة بمكان اخر شنو البضاعة اللي احط مو اقرأ تعابير رويها سعيد او اوسع من شدي بو محمد يعني مثلا الان لما عندك ويبسايت تبيع تشوف الفلو صاح الناس وين يدشون من وين وال ويبسايت ينتقل من صبح الاولى الاثانية بعدين اني في بريك ما حق انتقل للصفحة الثالثة مثلا ليش فتعرف تحلل الامور نفس الشيء بالمحل يمشي روح المكان المحل وائد ابسط يعني المحل يعني انت لما تكلم عن ال وراء صفحة وراء صفحة يمكن اوبتمايز كل صفحة نفس الشيء انت لما يكون عندك محل صغير او كبير يجب اوبتمايز انه انت تخلي اللي يدخل عندك المحل يشتري ايتم عندك بها الطريقة تصمم محلك تصمم بضاعتك وطبعا هذا شيء ما افهم فيه ميرجندايس وهذا لا اهلا لناسا بس اللي انت تشوف انه دايما يحط اغلى ايتم بالوية يعني لما تدخل مثلا ها تشوف الكلونيات المكياج صغيرة ايتمات واسعارها غالية ما يحط قطع الاثات الكبيرة او ايتمات الكبيرة تلقى مكان مختلف لكن دايما هي اوبتمايز انه حقق اعلى مبيعات لانه ممكن انت ما تروح في الستور وانت تمشي برا يعجبك شيء تدخل تشتري وتقص فهي اوبتمايز على الترافيك يعني ففكرة يعني مرة ثانية انك انت ساعات تحل مشكلة مو موجودة يعني هذا الخطر بالموضوع انك تسوي فرضيات على قلت الامريكان تخلق المشكلة او تبين لهم المشكلة موجودة انا اعتقد ان المشكلة موجودة بس تبينها بس انا عندي انت ساعة انك تصرف مجهود في هالمطال في زبون غلط يعني يهم يعني يستنزفك عشان عشان يكون واضح رح تحق هذا شنو كان بالي وشنو صار صار فيه اختلاف بس كلهم بالريتيل انا حسب سؤالك كان دقيقي يعني مونه بالريتيل هالفاشن هالالكترونيكس هال انا يعني اللي يقولك ان كل الريتيل خاطئ يعني انك انت تسوق هذا المنتج بالريتيل هذا خاطئ اي نعم اي فهذا الفكرة فعادة ان احنا نطع به الفخ هذا ان احنا يكون عندنا سلوشن جبار حق مشكلة غير موجودة اي صح ويقول دائما انك تنشئ فكرة تبدي مو بالفكرة نفسها بالمشكلة اللي انت تحاول تعالجها بالضبط يعني هذا اذا انت عرفت او لقيت حل حق مشكلة قائمة خلاص انت دخلت السوق من اوسع ابوابه يعني وذا السوق صوت لك يعني بالدينار يعني يعرف ان هو مقع يجاملك صح هو حاب مشروع مرت اليوم اللي هي نقاش فكرتك اي دعم ما استفاد الاكسو انا توقع الفايدة بصراحة فايدة عظيمة عظيمة بصراحة كذا فايدة بصراحة ودي له لأخصة بس حين ما يحضروني منهم مثلا ان المشكلة عادة تكون الفكرة اللي عندك تعالج شي انت ممكن تشوف ان تعالج ولكن بالواقع او او ممكن حتى مو بالواقع انت قلت ان حتى انت لو اشتغلت بالشغلة هذي مع الوقت تغير رايك ممكن حتى ما تغير رايك ولكن السوق مو شرط يكون مثلك انت يعني حتى هذه دائما نذكرها احنا دائما عندك فكرة بس الفكرة هذه حقك انت او حتى من خلال الفكرة مثلا ابي التصميم الفلاني يمكن التصميم هذا ما يكون هو السوق انك لما تبدي فكرة تبدي من علاج مشكلة ما يكون الفكرة نفسها تكون تبدي من ان شاء الله ان نقدر نرخص بالدسكروبشن بوكس ليمان ان شاء الله يضبطنا يضبط لنا لا ابي محمد بالاختصال قالها بطريقة دربة يقول انت عندك فكرة تعل مشكلة بس انت ما عندك سالفة اعرارك لا ما اقول بالعكس الفكرة في مخك تعتقد انها سليمة لازم تختبر فكصة يعني وتجربها وتشوف يعني عرفت ولا تقع في فخ ان انا اخاف ان يبقون فكرتي او غير او شي يعني في افكار وايد محمد بس ابي اختم انا بهذه لان هذه من افضل النصائع اللي سمعت تذكر لما اسألك واحد قال لك انا خاف يعني يعني ابدي فكرتي وهذا على ما تمشي الامور والعجلة تجري اخاف يبقون فكرتي فتذكر السؤال وردك له اذكر اخاف يعني بس نبي بنفس القساوة رجاء بتزيد زيد اللي يبق فكرتك هو شخص في نفس وضعك اقول هذا اللي ممكن يبق فكرتك بس اي بس مو واحد يعني مثلا عنده اعمال قائمة عندما تذهب فكرتك حق واحد عنده مشاريع وقام ولي ما سيبق في كريتك يعني هذا بالعكس يعني هذا يبق انت تأسس في كريتك ويمكن يدخل معاك يمكن يدعم ك يعني اذا شاف ك جاد اللي يبق في كريتك هو واحد في نفس مرحلتك لالحين ما عنده اعمال انت باي فكرة ان كانت عندك يعني هانيمون شعر عسل حق اي فكرة انت بعدين رح يقلدونك اي نعم ناجح فانت عندك السبق هذا عندك سنة عندك سنتين الى انت مباقي فكرة وما رح تقلد فكرتك يعني صح فانت اذا فكرتك انجعت رأي الناس يقلدونها ما رح تقول لا اكسكيوشن شكرا اهمية كل واحد هالخمسين خمسين اعتقد الاكسكيوشن ياخد تسعين بالمئة من عشرة بالمئة الفكرة تسعين بالمئة اي لا يعني اكسكيوشن امية بالمئة اكسكيوشن باي شي يعني تنفيذ يعني انت اليوم عبسوا مطعم كباب يعني الاكسكيوشن ما اكت فكرة يديت يعني اكتسعت العالم الكباب فهم الكباب مش يديت فحتى هذا الفكرة حلوة عربي بس انت ما لدعتي بفكرة يديدة عشان تنجعين بفكرة مجربة وناجعة ونفذها بطريقة صحيحة بس يعني هذه صيد حقنا مالتها والله بعمر الفقرة هذه تسوى كل افكار المشاري يعني من مدين ومدين بعد محمد ترى كان شوي اقصى يعني قال اخاف تباقي فكرتي وتقول حبيبي اني بيبوك فكرتي كتر على طاقتك نفسك شدي ما عنده شي يعني انت ومثال يعني انا مو القف يعني بس لان يعني من واقع تجربة شفت يعني كيس شدي صحي يعني فهذا اللي شفت يعني واحد يعني صاحب اعمال ما رح يبوك فكرتك صحي طريقة هذي اللي خوفك ما رح يبوك فكرتك اللي اللي ما تخاف منه اللي رح يطاقط وياك ويغلط ويعافس وهذا ونفسك ويمكن احسن تشارك مع يعني نفذ المشروع يعني والله نفذ المشروع الله يتزاخر يا محمد ما قصرت والله استفدنا واستمتعت الله الله ما قصرت ومحسن وسليمان الغانم محمد زهرة اشكركم جميعا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته